موسيقى مساء الخير في بنات كتير أكبر عقدة في حياتها هو شكلها اللي صمرة وكان نفسها تبقى أفتح وتبقى بيضة واللي شعرها كيرلي ونفسها شعرها يبقى ناعم أو ستريت بس نهال بطل القصة حقيقة النهاردة عقدتها في الحياة إنها جميلة لدرجة إنها بقت تعايت كل يوم تدعي ربنا وتقوله لي يا رب خلقتني جميلة تفتكروا إيه لخلها تقول كده تيجو نسمع القصة من أولها ونشوف نهال بعتها تقول لنا إيه اسمي نهال مخلصة تعليم حالياً وعندي 21 سنة ولسه منزلت الشغل من وانا عندي 15 سنة يا سيلي كان بيتقدم لي عرسان كتير عشان معجبين بشكلي والتزامي بس أنا كنت برفض عشان سنة صغيرة ومش مستعجلة على الموضوع ده كنت دايماً بقول لنفسي اللي جاي تقدم عشان شايف فيه بنت جميلة مسيروا مع الوقت هيتعود على شكلي وعلى جمالي زي أي حاجة بتبقى حلوة وهي بعيد مجرد ما تبقى في قدينا منك صغير تعالوا نكمل اللي بدور عليه ووفقت وانا مغمض سجدت لربنا وقلت له شكراً يا رب بس بعد الخطوبة بدأت أشوف وش تاني خالص خلاني أعيش أسود سنة في حياتي وفي عمري كله اكتشفت بعد الخطوبة إن الوش اللذيذ اللي شفته في الأول كان مزيف وورا حد تاني مهمل ممكن يسيبني فترة طويلة من غير ما يتصل ولا يسأل علي وحجته دايماً إنه مشغول ومش فاضي ومش بيغير علي زي أي راجل مفروض يغير على خطبته لدرجة إن يكون ساعات بنزل الساعة 12 بالليل عشان يغير أو يعترض وهو عادي خالص كانت كل مشاكلي معاه بسبب إن أنا مش لقيا جنبي طول الوقت كان دايماً مستعد يسمع لكل الناس ويساعد ويخدم الغريب إلا أنا وفي أوقات فراغه يشوف أي حجة يبعد عني بيها بدل ما ينتهزها فرصة ويكلمني ويقرب مني أكتر لو حصلت له مشكلة صغيرة خالص أو حصلت لحد من عنده يتحجج يفضل أيام ما يكلمنيش لما عرفت إن هو كان مرتبط بواحدة قبلي وما حصلش نصيب سألته هو أنت ارتبطت بيا ليه قال لي عشان شكلك وأخلاقك ومع الوقت بدأت أحس إن كنت بنسباله سد خانة اللي هو بنت شكلها جميل عندها أخلاق عشان يضمن إنه أخد عروسة مثالية بالنسبة لطموحه طبعا لكن هو نفسه مش عريس مثالي بالنسبة لي لكن مع الأسف الشديد كنت حبيته وتعلقت بيه كان كل ما يكلمني كل فين وفين يعملها جميلة كأنه مثلاً أقدم لي حاجة فظيعة المفروض أن أنا أشكره عليها ولما كان يشوف فرحتي لما بيتكلم يقول لي أنا بلاحظ أني بتبقي طايرة من الفرحة لما بكلمك كنت بقوله فعلاً ببقى طايرة عشان بتكلمني أنا لما بسمع صوتك بكون مبسوطة قوي نشيطة وحبة يومي وطول ما أنت مش بتكلمني ببقى قاعدة مستنية مكلمتك وكل شوية ببص على التليفون وادعي منك تكلمني رغم اعترافي الواضح والصريح عشان يحس ويتغير ما كانش برضو بيتغير كنت كل يوم بنام معياتة مستنية أن هو يكلمني ولو شفت اتنين مخطوبين مع بعض قلبي كان بيوجعني وحسني مش مخطوبة لما كنت بخرج مع أصحابي ولقي كل واحدة خطبة بيتصل بيها يتطمن عليها كنت ببكي من غير ما أعرف صحابي أنا جوايا إيه ودلوقتي والله يبعايت وأنا بكتبلكم تعرفي يا سالي لما كنت بحكي له حاجة مهمة مزعلاني ألاقي ناموها بيكلمني أو يسرح في حاجة تانية خالص لما خلص كلامي ألاقي مش موجود معايا أصلا وكل ما أكلمه يقول لي معلش أصلي داخل الحمام معلش أصلي نازل تحت معلش حد بيتصل بيها على الأرض ولازم أرد أو ينام على نفسه وهو بيكلمني وده كله وأنا جاي على نفسي وصحتي لحد ما خسيت جامد وشكلي بقى وحش أكتر ما مرة أقول له لو مش عايزني سيبني أنا بجد تعبت ولو محرج من أهلي أنا هجيب الموضوع كله كأنه من عندي ولو لسه بتحب البنت اللي أنت كنت مرتبط بيها ارجع لها فهيتمسك بي ويقول لي معلش وسمحيني ظروف الشغل ضغط يفضل يتحايل ويقول لي محتاجك وبحبك لحد ما سامحه وارجع في كلامي بدل ما شيل زنبه ورغم أني كنت بحبه كان فيه إحساس جواي أن فيه حاجة غلط بس مش عارفة أوصل له حولت أكتر ما مر أمسك تليفونه بحسن نية عشان نتصور به مثلا بس كان بيت رعب أول ما أمسكه شده مني وبالمناسبة يا سالي أخويه كمان كان خاطب وخطيبي وأخويه كانوا بيدوروا على شقة في مكان معين عشان نبقى ساكنين جنب بعض وفي يوم خطيبة أخويه اعترضت على المكان الشقة وقالت له لأ ده مكان وحش ومش عارفة إيه فأخويه عشان يرضيها جاب لها شقة في مكان تاني هي عايزة لما قلت أجرب مع خطيبي وأقول له المكان مش عجبني قال لي هي دي مقدرتي ولو حب تكملي معايا يا بنت الناس كملي مش عايزة خلاص ومع ذلك كنت بعدي وردية بالقليل وفقت بشقة في مكان وحش ودهب قليل كل حاجة بسيطة رضيت بيها لحد ما قررت إن أنا هعامله بعد كده بالمثل ما سألش أنا كمان لو هو ما سألش لحد ما حصلت مشكلة جديدة بسبب الاهتمام قررت إني مش هتصل بيه واستنيته يراضيني وهو معبرنيش خالص كان نفسي في مكالمة من أخته أو مامته أو من أي حد من طرفه بس كله خلع كأنهم كان نفسهم الجوازة ببوز قعدت شهر زعلانة منع الأكل ومنهارة عشان بحبه بس أنا مش قادرة أكمل معي لميت كل حاجته وبعدته وولعت في كل حاجة بتفكرني بيه بس ما نستوش اكتشفت بعدها إنه هو سفر ونسيني مش كده وبس ده الإحساس اللي كان في قلبي طلع صح كان عنده حالة وفاة من فترة قبل المشاكل فكل الأكس البلاك عشان تهون عليه أحزانه وهو كمان كان بيطبطب عليها وفضلها ومش فضيلي كنت حسى يا سالي إنه هو بوصص لشكلي بس عمره ما حبني لشخصيتي كرهت ساعاتها شكلي وجمالي اللي بيخلوا الناس تقرب للصورة اللي باينها من بره من غير ما يحاولوا يحبوني من جوة مع إن جوة أجمل وأحلب كتير هو ده الشكل الحقيقي اللي مش بيتغير مع الأيام بقيت ببص للسماء وأقول لي يا رب خلقتني جميلة ليه ما خلقتنيش وحشة عشان اللي يحب يحب روحي عشان أحس إني أتحب مش كل واحد بوصص لمنظره قدام إنه يسوي جي يتقدملي عشان بنت حلوة وممكن يتبهى بجمالها وحاليا بقلي سبع شهور كل عريس يجي يتقدملي بحس إنه رجعت لنقطة الصفر وإنه خطيبي رغم كل اللي عمله لسه وحشني رغم إني بكره وجمد قوي بس مش قادرة أقنع قلبي فرقش معي كل مرة برفض فيه عريس قال لي واجعوني ويقولولي لسه عايزاه رغم اللي عملوا فيكي لسه بتفكري فيه رغم كل اللي حصل لك سؤال يا جماعة هو إزاي فيه ناس بتقدر تمثل حبها بالشكل ده أنا مش قادرة أصدق أي راجل ولا عايزة أدخل أي راجل في حياتي وأحب تاني إزاي أنا حرفياً أنهارت وأنا بكتبلك الرسالة كإني رجعت لأول يوم واجع قولولي أعمل إيه؟ لحد هنا خلصت رسالة نهال وعايز أقول لك أنا متعاطفة معاكي جداً كل حاجة كتبتيها معني ممكن تكون مختلفة في حاجات كتير بس أنا بتعاطف مع أي حد بيبعث لنا وعمري ما بستهون بواجع حد لازم نبقى حاسين بواجعه نحترم واجعه نحترم مشاعره وقرر إنه هو يفتح قلبه دي مشكلة ناس كتير قوي على فكرة اللي هي بعتتها النهار ده وأنتو مش غادين بالكو ممكن يكون عندكو حد كده في البيت المراهقين آه بنتك كتلسة مخطوبة لا قدر الله حصل انفصال ده اللي بيحصل التواهين ده كله السؤال دلوقتي ممكن حد يكره إن شكله جميل ممكن يشوفه نقمة مش نعمة وإيه اللي أهل النهال وكل أهل المفروض يعملوه لو ولادهم وصلوا مرحلة دي خلاص مش واسقين في أي حد هتفضل ترفض كل اللي بيتقدمه طب لحد قمت هنفضل عايشين كده لحد قمت هنفضل نحن لللي بعنا رغبة كل اللي عملوا فينا طب وبعدين وإزاي حد يقدر يحب حد ويكرهه في نفس الوقت أسئلة كتير قوي صاح أسئلة كتير قوي في حكايتك يا نهال استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن نهال البنت الجميلة اللي كرهت شكلها وجمالها وهي لسه عندها 21 سنة بعد ممرت بتجربة حب فشلة نهال بقى اتخطبت لشخص قالت عنه إنه كان فيه كل الصفات اللي كان بتحلم بيه بس بعد الخطوبة اكتشفت إنه هو مهمل مش مهتم بيها تماما لما كان بتحكيله عن حاجة مهمة مزع عليها بينموا وبيكلمها أو يسرح في حاجة تانية خالص طول الوقت كان بيتلكك عشان ما يكلمهاش لما نهال اكتشفت مع الوقت إنه لسه بيحب البنت اللي هو كان مرتبط بيها قبل كده بس ما حصلش مصيب يرجع يكلمها تانية ولما خطب نهال بقى خطبها عشان كان عنده طموح إنه يرتبط بوحدة يتبهها بجمالها وتبقى جمدة قدام النية زي ما بيقوله بس ما حباش من جواها ما حبش اللي جواه في الآخر اتخلى عنها بكل سهولة ساب وراه عقدة لنهال من شكلها لدرجة إن هي عمالة ترفض العرسان اللي بيتقدموا لها ومش عايزة تكملوا ولا تتجوز ولا تعيش حياتها أنا مش بصدق بس هكمل معاكم من كتر ما هي دلوقتي كمان بتقول إن هي ما بقتش بتوصق في أي حد بقت حاسة إن كله بيتقدم لعشان شكلها وبس تخيله الغريبة بقى إن هي لسه بتحبه رغم كل ده وبتقول أنا بكرة ومش عارفة إنسان إيه كل الكلام ده هنفهم عشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور غادة معطوي استشاري العلاقات الزوجية والأسرية عشان نشوف هنعمل إيه في حكايتك يا نهال إزيك يا داد أفارك إيه إزيك يا سينا عدد إيه بنورك يا حيات قلب إيه رأيك بقى في البنات اللي ممكن تحس إن الجمال ده نقمة هو نقمة ولا نعمة الأول أكيد نعمة نعمة بس أهم حاجة إن إحنا نبقى عارفين كويس قوي إن أنا مش ده وهي ده عرفته بس المشكلة عندها في إيه إن هي مش قادرة هي عارفة إن اللي جوه حلو مش عارفة تظهره إزاي يعني إزاي الواحد دي يظهر اللي جوه إزاي عمل ماركتنج للجوه يعني أقولوا يا جماعة لأ أنا برضو روحي حلوة زي شكلي لما أكون عارفة نفسي يعني بما معنى أبعارفة شخصيتي شخصيتي نمطها إيه شخصيتي نمطها إيه يعني إيه نمط الشخصيتي في أربع عمل من الشخصيتي عامة الشخصيتي المعبرة أو الشخصيتي اللي هي بتحب الناس وتحب تكون زهرة في وسط الناس وكده وفي شخصيتي بتكون ودودة بتحب إنها تكون مع أشخاص معينة متقربة منهم قوي وفي علاقات حميمية ما بينها وبينهم هي من نمط الشخصيات اللي هي الودودة هو من الشخصيات المحللة يعني بيحب قوي الحاجة أعمل كذا وبعدين أعمل كذا وبعدين أعمل كذا واحد زائد واحد يساوي اتنين الزبط هاخد أنا اللي حرطبط بيها ديت لازم تكون جميلة زي ما هو قالها بسوى الشخصيات دي ما عندهاش مشاعر اللي بتبقى واحد زائد واحد يساوي اتنين وقعية بتبقى زيادة والتانية بتبقى تعلقية ممكن تتعلق لو هي ودودة تتعلق بحد عندنا مشاعر وعندنا سلوكيات وعندنا تفكير في أشخاص التفكير بيبقى سابق وفي السلوكيات بيبقى سابق الشخصية الوقعية السلوكيات الخاصة بي بتبقى سابقة عن التفكير وعن العاطفة ممكن الشخصيتين دول يعني يتقبلوا بعض ويرتبطوا ببعض ممكن إزاي لو هي عرفت إزاي أنا أتعامل مع شخصيتي وأتعامل مع الشخصيتي اللي قدام مني علشان أحقق أهدافي من الشخصيتي اللي قدام مني الحب مشاعر حلوة قوي إنما بعد كده يعني الحب بيكمل معنا بيكبر وبيكبر بالزبط ويكمل والعلاقة تزيد ما بيننا وبين بعض أو إن هو بتحس إنه هو اختفى وفين الحب اللي كان ما بيننا بسهو أصلاً إي رجالة بتبقى قلم السلطات قوية غدا في الحب أو في التعلق يا هم ما بحسش إنهم عاطفيين زينا فما بالك بقى شخصية كمان كده يعني أنت كراجل أصلاً طبيعتك كراجل أنت مش بتحب العاطفة وإنه ياخدها نحنحة بقى والكلام الحلو اللي هو اللي بالزيادة ده لا فما بالك بقى هو كمان شخصية كده لو هو واحد زيد واحد سوي اتنين ده بيبقى ما فيش خلص مشاعر زيرو بيقولش كلام حالي بس تقريباً عارفة إيه من كتر كمان الضغوط اللي فوق منه هو أصلاً عنده نوع من أنواع الحاجة بنسميها توقعات غير وقعية هو عايش توقعات من الحياة غير وقعية وحشة ولا حالو لازم أعمل وأعمل 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 ولغة الحب بتاعته اللغات اللي هي الخدمية بمعنى شكفينها كلمتك في التليفون أعملك وأعملك 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 وهو بيكلم معاه في التليفون أنا حاسس لما أنا بكلمك أنك أنت لأ مبسوطة وبيعملها لها جميلة برضو يا غاد بالزبط هي هو اللغة الخدمية طب هي إيه؟ هي التواصل دا كريس الوقت يعني لغة الحب بتاعته مختلفة عن لغات الحب بتاعتها شخصيته مختلفة عن شخصيتها ففيه طبعاً جاب فزيع ما بينها وبينه زائد إن هما اتسرعوا طبعاً في حتة إن هما لأ حينفاصلوا في خمس مراحل للمواعدة نا استني بنا أعرف خمس مراحل دول بس عايزوا لك إحنا عايزين نعرف رأي الشرع المصري في قصة النهاردة ودي حاجة إحنا حابين نعملها في قصة حقيقية عشان نسمع رأي كل الناس هتلاقونا في أي مكان بناخد رأيكو عشان تكونوا جزء من قصة حقيقية زي ما بنعمل تعين شوف رأي الشرع الأول هو اخترها اللي جمالها وقاو علشان ينصع قصة حب قديمة فده كان غلط لإنه هو النبي رسولته والسلام لما أمر قال فاسفر بذات الدين تريبت يدك يعني قال إن الراجل لازم ينقي واحدة ذات الدين لإما يبقى ماسك التربئ ده فلازم نهال تتعلم إن الجمال ده زائل إن هي لازم تتسقف لازم يبقى عندها وعي لازم تتعافى من اللي هي فيه هي تسترد سقاطها بنفسها لما تعرف إن اختيارها كان خاطئ إن هي لازم هتختار الاختيار الصح وإن هي تعيش حياتها بشكل طبيعي تشتغل وتملأ وقتها كله بشيء مهم فلما هتملأ وقتها بشيء مهم هي هتحس بقيمتها هي نهال عندها شوية أخطاء والولد طبعا غلطان والغلطان في الأكتر في القصة هو الولد لإنه جاي يعوض حب في واحدة تانية وده غلط شديد يعني في الاختيار هي لازم تتعافى من اللي هي فيه وتفكر صح وتدور صح وتعيش حياتها صح الأهل عليهم عامل جميد قوي في قصة الاحتواء دولا لأن التجربة الفشلة دي أكيد أثرت في نفسيتها فلازم يحتووها ويحسسوها بالثقة بالنفس ويحاولوا إنه هم يبعدوها عن تفكيرها الخاطئ ويقولوا لها إن ده ما ينسبهاش وإن هي لازم تختار صح وإن هي لازم تبقى يعني عندها شوية صبر شوية إن هي تعدي الأزمة دي لإنها أزمة وهم لازم يحتووها هنصحها إن هي تاخد وقتها وإن هي تفهم نفسها أكتر وما تدخلش أي علاقة الفترة الجاية لحد ما تعرف هي عايزة إيه تجد ما أعتقدش إنه جمال البنت ممكن يكون لعنة عليها لو هي زكية وعرفت تختار صح لإنه فعلا الجمال بيزيد فرصة إنه ناس يجولها أكتر بس هي بقى هي تكون زكية إنها تختار صح يعني عمتا أوجه للأهل إنه هم ما يضغطوش على عيالهم لإنه فكرة إنهم يضغطوا عليهم دي هتخليهم إن هم يختاروا غلط لكن إن هم يدوهم مساحة إن هم يختاروا صح وياخدوا وقتهم فكده هيختاروا صح بدل ما يختاروا غلط وبرضه هيجي على الأهل إن هم لو حصل مثلاً انفصال أو حصل طلاق أو كده فهو ده هيبقى للأهل يعني أنصحها إنها تنساه إن هي تفتكر هو كان بيعمل معها إيه يعني هو كان بيحبها مش لشخصها يعني هو كان بيحبها لجمالها فهو فعلاً شخص صغير جدير بالثقة وشخص ما يستهلهاش إمتى البنت تاخد قرار الإنفصال لما تحس إنه ما فيش أي تقدير ما فيش أي احترام ما فيش أي حب وده اللي عمله أصلاً خطيب نهال فاللي هو المفروض أنت اللي كنت تسيبه قبل ما هو يسيبك أصلاً من وجه نظر خطيب نهال البنت الأولانية اللي هو كان خطيبها ممكن تكون أسرط في نفسيته أنه هو بعد عنها أو كده فبقى يتعامل مع الكل أنه هو سيان واحد خطب تاني عشان يقدر يعيش ويتجاوز ويخلف مش عشان يحب خطب تاني عشان آه واحدة حلوة بالنسباله عادي يبقى بالنسباله تمام الوضع مش وحش بس ما خطبش تاني أي حد وخلاص لأ عشان مجرد أنه يقولك لأ دي بنت كويسة هو ممكن يكون البنت الأولانية ما كانش أحلى من النهال فقال يجيب حد أحلى من النهال يخطبها يعني يعمل مقارنة شوية بينه وبن نفسه إن الشخص التاني لأ أنا أخترت أحسن أيها من وجهة نظر أكيد كنت هي اللي تسيبه لأنه الوضع بالنسبالها هو مش مضرور في حاجة زي ما احنا اتفقنا هو شخص بس كان كل فكرته إنه هو عايز يقول لنفسه إنه هو خطب بنوت حلوة بس هي اللي كت مضرورة من العلاقة ولحد الوقت هي أكيد اللي مضرورة من العلاقة دي لو نهال أختي أو قريبتي أو صاحبتي أنصحها بالحاجات كتير قوي تحدثها في حياتها أول حاجة إن هي قربها من ربنا ده طبيعي يوجيهها للخير كل تاني حاجة إن هي بالفعل تتعامل مع الشخص اللي قدامها بمنطلق المواقف تبين هو المواقف اللي عمله معي حلو ويقدرني تمام ما عملش حلو ويقدرني المفروض ما أكملش معايا أو المفروض ما اهتمش بالتفاصيل اللي هو بيقولها ورجعنا لكم تاني بس أنا لسا بقى عايزة أرجع معاكي بالخمس مراحل اللي قلتلي عليهم يا غدا قبل التقرير إيه هم؟ المرحلة الأولى هي مرحلة الإنجزاب أوكي أنا شفت الشخص ده في أي مكان وفي أي أسلوب من الأساليب سواء جواز عن طريق أصحاب أو عن طريق صالونات ده عن طريق أصحاب بقسمها صالونات دلوقت تخيالي الدنيا راح بينا على فين؟ يعني أنا لو بينا كومن فرينز وعرفوني على حد يبقى دي صالونات مترتبة أهام من اللهي؟ طب ولو أنت قادم مع صحابك وفي كافي وقاعدين عادي وحد من اللي يعرفوه من بعيد خالص وجاءت وجيسلم وقعد وقيت شدينها لبعض وانجزبنا أرانج برضو كانت مترتبة هو اسمها دلوقت يا جماعة في الجيل الجديد ده أرانج ماريج أول مترتب اللي هو جواز الصالونات وهم رفضينه تماما الأغلبية يعني بصي هيا في الأول في الأخير إيه؟ اسمه ونصيب يا سالي طبعا بأي شكل ما أشكال بس الأهم من ده كله إيه؟ إن أنا أقدر أبني علاقة صحيح وإن بأول حاجة بتبقى الانجزاب تاني حاجة تاني حاجة هي إن أنا أوكي لأ مرحلة الشك إيه بقى دي؟ الشخص اللي أنا أصلا اخترته ده هل أنا أقدر أستمر معاه ولا لأ؟ هو أصلا عايز تمر معاه ولا لأ؟ يعني الناس كلها بتعدي بالمرحلة دي؟ آه طبعا اللي هو لأ هو أنا لو أتجوزت هاعد أخسل ونظف وعمل ومش هو البناء آدم اللي هيتبطب عليها وقت ما أنا زعلانة وهو كمان يفكر كده مش دير أنا خايفة زهق منها ومش دير أنا هستحملها يعني كل الناس بيجي لها المرحلة دي آه طبعا مش راحنا بس وهي نفسها صحبة القصة جالها نفس المشكلة دي الله لأ ده هو عايز يرجع لخطبته الأولانية هو بيحبها أكتر مني وده توقعاتها وإن هي دايما كانت بتعيد على نفسها دايما البوينت ده هيت هرجع وأقولك أنه هو حصل بس هكمل معكي المرحلة الأول هقولك ليه ده حصل وهقولك ليه اللي هو أصلا هقدر يكمل معديه ولا هيكمل معديه أحسن أنهما لا شميتها يعني بس أحسن أقولي اللي بقتلت مرحلة تبقين أنا الثلاث بيصعبوا علي يا سالي أعرفها ليه ليه إن هم مش عارفين لنفسهم ولا عارفين العيوب اللي عندهم وبالتالي هم بيلطاشوا في نفسهم وبيلطاشوا في الآخرين وبشكل لإرادي طب تعالي نقول بقى المرحلة التالتة إيه المرحلة التالتة خلاص أنا وصلت بقت عندي يقين تم إن أنا الشخصية ديت أنا حستمر معها فتبقى دي مرحلة الرلاكس خالص ده عشان حددنا معادل الفرح أو الخطوبة ولا عشان أنا اقتنعت من جواه لا عرفت الشخصية التانية وعرفت شخصيتي وعرفت حاجات كامل ما بيننا وبين بعض رياحتني في العلاقة وعلى فكرة كل ده هوت بيحصل بإيه بشكل لا إرادي أنا مرتاحة لده وهو مرتاح لي وخلاص في الفترة ده هيت بس على فكرة هي أوكي ارتاحنا الروحة ده مشاعر طب ايه بقى الاستعدادات الفعلية أن نحن نبني علاقة دي حاجة تانية خالص طبع لا ده الفتحة ما ده واللي جاي ببقى حمادة تانية خالص حاجة تانية خالص المرحلة بقى اللي الرابعة دلوقتي ولا الخمسة المرحلة الرابعة الرابعة أيوا دي بقى خلاص أنا عايزة الخمسة على طول عفروح أنا انا عايزة أعرف إيه لم يحصل في الاخر المرحلة الخمسة هي الانتمسي أو الارتباط المرحلة قبل منها كانت مرحلة إيه؟ إحنا بنسترخي علشان نعرف بعض أزياد. لا، الرابعة وصلنا خلالك. مرحلة الرابعة بقى أنت مسئلنا إحنا. الخمسة أنا مسؤول وأنا مسؤولة تماماً أن أنا أخد الستاب بتاعته الإنجيجمت أو الجواز. لا، دي وانت بتمضي على العقد، على الجواز يعني وانت بتمضي على كفاكات بالكتاب. أنت بتقول أنا مسؤولة وبتمضي. بعض كيف تكتشفين أنت المش مسؤولة؟ أنه اللي جاي، لا، حياة ثانية تماماً. عارفة لي يا سليم، علشان في المرحلة ديت أنت دخلتها من ناحية الفعلية أوكي أنا هتجاوز. ما إحنا عملنا الشقة والجهاز وكل حاجة. عملياً إحنا مستعدين. مشاعرياً. مستعدين؟ مش مستعدين. لا أنا دماغياً إلي مش مستعدين. أنا تفكرياً. خايفة هو. فين المسؤولية؟ فين أنا عارفة أنا إيه وهو إيه؟ أنا مين وهو مين؟ شخصيتي شخصيته. إيه الأسلوب اللي إحنا هنتوصل ما بين بعض بيه؟ هو دماغه عاملة إزاي؟ ولما نختلف هنختلف إزاي؟ بالضبط. الأغلبية دلوقتي بيقولك وأنا رفض المقولة دي بس هي بتتقل فأنا هقولها لك. لما تيجي تتجوزي تتجوزي اللي لما تيجي تختلف معاه على العيال بعد الانفصال ما تروحيش معه المحاكم. حال. ده بجد؟ أه طبعاً. الله. يعني أخد الخلافه رحيم. حال. بالضبط. ما يبقاش هو بيوصلني الأعلى درجة وبنفرج الناس علينا ويبقى حنين حتى في الخلاف. حتى لو إحنا خلاص قررنا الفرق. وده مهم جداً. ما عليش صاري. اللي هو اللي أنا هاختلف معاه. وحيبقى رحيم بيا. من باب أولى إنه وإحنا في الحياة الطبيعية وإحنا فعلا بنحب بعض. حيبقى أرحم. صح. بس المشكلة بتبقى جامدة جداً لو البني قدم يفجر. آه إذا خاصة ما فجر. إنه بقى بيوصل لآخر وبقى بيجيب لك سقف التوقعات. بالضبط كده. ساعتها بيبقى بيّع. النهاردة بقى في القصة أنت مش حاسة إنه هو فجر إنه زودها قوي. يعني هي اللي جابت لنفسها. زي ما هما بيقولوا الفقر لما تعطوا لي هيكلم خطبته القديمة. أكيد بيحبها. أكيد عايز يرجع لها. أنا حاسة. أنا حاسة إنه هو بيحن للماضي. أنا حاسة إنه في حاجة غلط. وحاسة إنه مش عايز يتجوز. يعني فالولد ده مش عايز يمش عادل. أنا بعمل في نفسي كده. آه طبعا. بجد؟ ما تندي إحق لنفسك. هو مش عايزني. هو مش عايزني. أنا أصلاً مش شايفاه وهو مش شايفني. طب يعني لو أنا عادت أقوله هو بيحبني وبيحبني ومش هيسبني. عمره ما هيسبني غدا؟ آه. لا. آه. بجد؟ آه طبعا. عمره ما هيسبني ليه؟ علشان أنا فيا وفيا وفيا. إبقى أنا شفت نفسي. هو مش هيسبني ليه؟ عشان أنا بعمله كذا وكذا وكذا وكذا. وهو معجب بي قوي. يعني أقول لنفسي لكن ما أقوله هو أنت ما كنتش تحلم بربعي. آه. ممكن نقولها دي؟ وساعاتها هيبقى مبسوط جداً هو بيسمحها منك. آه. منك. ليه؟ علشان هو شاف أنك أنت شايفة العلاقة ما بينك وبينه. وبتبقى غيرة وحب. بالزرعة. يعني بيبقى من كتر ما أنا أحبك أنا عمالة بشكر في نفسي جدا حبني زي ما أنا بحبك. ساعة مش هيبتبقى كده إلا كمتبقى شوحيشة أنه معايرة أو أنت بتقليلي منه أو 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 أو. لا لا لا. وبعدين معلش صارق. هي أصلاً فين التقدير الذاتي بتاعها؟ وفين التقدير الذاتي بتاعه؟ بس هل يبقى فيه تقدير؟ زي في مشكلة على فكرة ليها وليه؟ هل يبقى فيه تقدير ذاتي لو أنا جيت قلت له حبني زي ما بحبك؟ أو أنت مفروض تحبني أنا باخد بالي مثلاً من كذا وكذا وكذا وكذا. حاجات أنت بتحبها. ده ما يقللش مني؟ أو من التقدير الذاتي؟ لا طبعاً. أنا عارفة أنا عايزة إيه؟ وأنا بتكلم فأنا عايزة أوصل الهدف معين أنا محددة. ده ما يقلش مني. لأنه هدف الأساسي. أنا ببقى طايرة وإنت بتكلمني وببقى سعيدة ومستنيك ويومني بيبقى كله نشاط وحيوية. والدنيا بتبقى وردي. هل هو قدر ده؟ هدفي الأساسي أن علاقتنا تستمر. مش هدف هي مشكلتها في أن هي إيه؟ كان هدفها الأساسي أن أنا أكون مبسوطة وسعيدة. طفل مشاعر. معين أنا كرأي الأغلبية في مجتمعنا بقول غلي نفسك. يعني مش أنا اللي هقول لك كلمني عشان أبقى مبسوطة. مكلمني إيش. تحور. وفي ناس تشوفها أنه إيه ده؟ أنت كده بتضيعي من إيدك أو أنت كده مش عارف إيه لا. أنا كده بعزز نفسي. لا. والله عايز تتكلم. يعني لما عملت آخر فقرة إن هي قالت أنا معاملة بالمثل عجبتني. مش ده صح؟ صح. وجابت من الآخر يا عارفت في الآخر إن هو عايز كلمه. بس إزاي المعاملة بالمثل؟ إزاي المعاملة بالمثل؟ يعني الحب بالحب. المواد بالمواد. الحب بالرحمة بالرحمة. غير كده ملكش عندي ولا حاجة من دول. والاهتمام بالاهتمام. كلمك كله صح. من ناحية الحياتية الطبيعية. بس أنت علشان تفسريها من ناحية فعلا العملية. اللي هو الحاجات الصح اللي المفروضة هي تحصل في العلاقة. يعني إيه الحب بالحب. ويعني إيه العشرة ويعني إيه كل الحاجات ديت. الحاجات ديت يعني معناها أكون أنا عارفة كويس قوي. يعني بالنسبة حتى اللي هي لصحبة القصة. أنا عارفة إن اللغة الحب بتاعتي هي التواصل. عارفة إن هي تكريس الوقت. هو لغة الحب بتاعته. الأكل، الجيم، اللي مش عارف إيه. اللغة الخدمية. هعملك وعملك وعملك. حتى وأنا وهو بيتكلمها. أنا حاسس إن أنا بعملك حاجة جمدة جداً لما بكلمك. عشان كده هو بيكلمها. عشان هو حاسس إن هو بيعمل لها خدمة. بس هي أصلاً أخداء لأنه هو إيه؟ تحاور معها. بس هو مفيش إنساط منه لها اللي هي عايزة. يعني مفهود نعلم الجيل الصغير ده الكلام ده إزاي؟ طبعاً ضروري إرشاد الزواجي. ده ضروري جداً. ده بيقولك طالما إحنا روحنا دلوقتي للدكتور. يبقى إحنا ست الناس هننتهي في أحلى محكمة فيك يا محكمة الأسر. إحنا مش دكاترة. لو إحنا معرفناش نحل ما شكلنا لوحدنا ندخل دكاترة ما بيننا ليه؟ مراصين؟ إحنا مش دكاترة. أو استشاري. بس استغنوا عننا وخليكي كده أنت وهو يعني جادعين واستغنوا عننا بس ما تدخليش مع محكمة. ما تتطلقوش. أنا روح عندهم كومي ورسمع منهم هيقولوا إيه؟ ما تتعبوش ولادكم معاكم. وأنتو كده تبقوا جادعين. وأنتو كده تبقوا صحيح. يعني دول مش محتاجين لو هم عارفوا يحلوا مشكلهم لوحدهم؟ مش هيعرفوا يحلوا مشكلهم لوحدهم يا سيد. ليه يا غاد؟ والله ما هيعرفوا خمسين في المئة من الزواجات دلوقتي بيتطلقوا. والخمسين في المئة مستمرين فيها وبيعانوا. ده بيضربوا بعض في الهانيمون. ده أنا شفت اللي ما حدش شايفه. طب ليه؟ والناس تحب تحكي لي قوي. أنا مال أنا بالكلام ده. أنا إيه اللي عمل فيه كده؟ طبق أخد قصة حقيقة. لك أنا شوف الحقيقة بقى على الواقع. بيضربوا بعض في الهانيمون. تتجنين تو؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ وحتى لو هزار ده يعني إيه؟ الاستيمات اشتغلت معاهم. العنف وكده. كل دي مخاططات من الصغر. في حاجة وانا بدردش. ما تحكموش فيها من الأول خلال؟ إذ يعني عشان هما أهلهم صغيرين كانوا أهلهم بيضربوهم فهما بيطلعوا بيضربو يعني؟ آه. مجان؟ آه طبعا. ممكن يا طنت ما ضربوهيش. بلاش الأهل بيدربو. هما كانوا في المدرسة كانوا بيدربوهم بعض وما فيش حد أصلا بيقول لهم لا. مع بابي وهي بنت مثلا مع بابي على أفلام فيها عنف كتير. هم. طيب ما وكي ما إحنا كده ربنا العنف إحنا دينا لهم المثال اللي هما يحتزوا بي. هم. فالعنف ده شيء طبيعي. طب أنا عايزة أعمل أعمل كسر للحتة ديت. بنعمل إيه؟ أبدأ أعرف نفسي. ما أنا لو أنا عرفت نفسي عرفت عيوبي. طب أنا لو عرفت نفسي ده أنا. هتحكي فيها إزاي؟ أنا لو عرفت نفسي زي ما أنت بتقولي يا غالب. هم. ده السؤال ده أنا يعني هسأله لك وأخد فاصل ونرجع نجوه. هم. يعني إيه بحبه وبكرهه في نفس الوقت؟ ما تجويش هنرجع بعد الفاصل. استنونا بعد الفاصل. ليه بنات كتير ما بتعرفش تنسى وتتجاوز الولد اللي ظلمها. رغم كل اللي عملوا فيها. وفي الوقت اللي هو بقى إيه قعد بيعيش حياته من بعدها ومع صحابه ومش فارق معايا. وكمان ممكن إن هو يرتبط في وقت قصير عادي جدا. ولا كأنه حصل حاجة. يعني مش فارق معايا كل حاجة. ليه بقى إحنا ممكن نقعد بشهور شفتها سنين مش عارفين ننزل. وده أهم سؤال أنا خرجت به من قصة نهال. محتاجين نفكر في إجابته لأنه عايز أقولك على حاجة. أنا بشوف أمها التعبينة. وأبهات بتزعل على عيالها. وفي الآخر كله بسبب يعني. أنا ذكرت كلمة ولد مرضيتش أقول راجل. عشان اللي بيحصل ده ما يرضيش ربا. تعالوا نرجع تاني الدكتور غدا معطوي عشان نشوف هنعمل إيه. إيه اللي بحبه وبكرهه دي. يعني إيه غدا الكلام ده غدا. أنا بحب فيه اهتمامه بي. المكالمة اللي كان بيدها لها. ما دي أي حد ممكن يسدها يعني. هي ملتزمة. لا أنا قصدي اللي متقدم لها ملتزمة أنا. لا كلمي لها أنا قوم أضربهم كلهم. أنا بقى مش مع التربية الإيجابية. في الحاجات دي. طلعي الإيجابية دي على طولها اللي بقول. لا أنا قصدي دلوقتي ما هو ممكن حد يجي مكانه. يبقى خطيب وعلاقة قدام الناس كلها. وتبقى حاجة فأما اللي هو خلاص داخلين على جد. إحنا ننهزر. فممكن إحنا بقى نسده بحد تاني. ممكن حد تاني يجي أحسن منه. ممكن نصيب يبقى أحسن منه. آه طبعا. آه طبعا. طب هي اللي مش عارفة توتر على ولا حاجة. مشكلة سالي هي قالتها. إن هي ما عندهش علاقات كتير. طب يعني إيها بتكرهه برضو؟ بتكرهه لأنه هو بعد عنها. ما بقاش بيدلها إحتياجاتها. هي معتمدة عليه بأنه هو يدلع إحتياجاتها. في حين إنه هو مش الصح إن أنا أخد إحتياجاتي من الآخرين. لأ أخد إحتياجاتي من نفسي بنسبة 90% وإحتياجاتي من الآخر بنسبة 10% يعني ده اللي إحنا بنقوله إنه ما بنتجوزش حد عشان يخرجنا ويفسحنا ويكمل. يعني هو بيكملني لكن مش بيخليني كاملة. آه طبعا. بس في حاجة ما أنا هسألها لك في النص كده. أنا بدخل كاملة. آه طبعا. أنا كاملة وعارفة أنا عايزة إيه. وعشان كده دايما حتى منقول إنه والله 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 ما تتجوزي شهر بعدها ما تشتغلي وبقى ليك الكيين. عايزة عالي في البيت وعودي بعدها. عارفة يعني إيه كاملة يا سي. لكن ما تجيش إذا الأراضة ليه حرام. عارفة يعني إيه كاملة. يعني أنا عندي كل مجالات حياتي أنا ملياها. صحيح. بس لما أنا بارتبط بشخص تاني. فهو أراضي بنملاهم بشكل مختلف. لا بيكون لنا وقت. يعني اللي هي وقت الوحدي أو اللي هي وقت الوحدي. طول ما أنا قاعدها هو نزل مع أصحابه. أنا زهقان. أنا زهقان. تعال خرجني. أنا زهقان. أنت ترجع من شغل قمت. أنا زهقان. هيزهق يا مام. أنت نفسك لو هو وحد عملك كده هتزهقي. بس إحنا بقى بنقوله إنه دلوقتي هي كرهية عشان هو عملها إيه. هي هو ساب لها فراغ ولا هي مش عارفة تنساها عشان في حاجات صغيرة كده هي كترسمها في دماغها ودي مش حقيق. بوسي أقولك على حاجة. هي عندها كم سنة؟ 21 سنة. عارفت إيه في الارتباط أصلا أو في الجواز. شافت ماما وبابا متجوزين؟ شافتهم. فيه كان فاشيوس بيقولك إيه. أرني وسوف أنسى. يعني اللي بيتشاف بيت نسي. خلاص اسمعني اسمعني لعلي أتذكر. شاركني وسوف أعلم. يعني تعيش اللحظات دي وتشارك عشان تبقى عارفة يعني إيه حبهم. يعني أعرف يعني إيه أنا. شخصيتي أنا. ماليش دعا ببابي ولا مامي. شخصيتي أنا إيه؟ لمطها إيه؟ أنا كأنسة إزاي أشبع احتياجاتي. عن طريق نفسي. وإزاي أطلب من الآخرين إشبع حاجات معينة. بحسب إمكانية كل واحد. عشان أبقى بني قدمة خفيفة. يعني ما تدلوش فوق طاقته. وإن أنا عايزك كل وقت. يعني هو هو بينام في التريفون. عرفه دا تكلمه في وقته. ما بقاش عايز ينام. إذا أردت أن تطاع. فأمر بما هيستطاع. بزا. يعني يا أخي المكالمة دي. اللي أنت بتنام فيها. دا كتير علي. دا يرضي ربنا. لا مش كتير عليها. طيب أما ليه؟ هو نفسه أصلا. بني قدم مطحون. عنده 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 على طول مشغول. ولغة الحب بتاعته هي الخدمية. يعني إيه لغة الخدمات. أنا بعمل لده. هي حتى بتقول في القصة بتاعتها. أنا كل شوية ألاقيه. بيعمل لده حاجة وده حاجة وده حاجة. ولما أنا أبقى محتاجة ما أبقى لهوش. ليه عشان هو مش فضيلي أصلا. يعني أنت مش مش شايف أن هو وحش. هو مش وحش. أو مفتري. ولا هي وحش. آآ. بس شاصيتين مختلفاتين خالص عن بعض. طيب مش معنى الأكس بقى. يعني إيه حد أصلا يفك بلوك للأكس؟ ده بيبع معنى إيه؟ معنى إن هو سابها في نفس المرحلة اللي ساب فيها التانية. في القوية مشتقة قوي ومش عارفة تعيش من غيره. في المرحلة اللي هي إحنا أوكي إحنا إنجازمنا البعض وبعد كده هوات. تاني مرحلة أنا مش عم عنديش يقين إن أنا حكمل أو ما كملش. في المرحلة الشك دي بيحصل إنفصال. تعيش نتكلم على الشك. هو أنا مش من حقي إن أنا أمسك موبايل لخطيبي أو جوزي؟ لا. إيه؟ ليه؟ لا مش من حقي. ليه؟ علشان أنا عارفة كويس نفسي. وعارفة كويس جوزي على إيه؟ إفريدي هو معرفش يرد على مسج وانا برد بداله. يعني إيه تردي بداله؟ إفريدي هو عيطل في مسجها متاعا. أنت مش مامي. سالي أنت مش مامي. دي حقيقا. بس أنا رقيب عشان لا تشرد مننا كده ولا كده. دي غلطة بنقع فيها إحنا. بجدك يعني أنا مفاشنا عارف الباسورد بتاعته ومعرفش يعرف الباسورد بتاعتي. مش صح. بسي قولي حاجة. ليه؟ هعمل هالي كامبليمان أو اعمل كذا أو كذا أو أنت تعرفي كذا أو كذا. كده على الأساس إنه إيه؟ بس بيقولك 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 هتلاقي حاجات بتضيقك يبقى ليه؟ بس يا حبيبي منك يعني إيه؟ يعني إيه؟ دي دي خصوصية دي برايبسي؟ دي دي خصوصية دي برايبسي؟ يبقى في حاجة بتضيقني وهي عنده. طب ما أنا عايز أشوف؟ حقي عليه إنه هو ما يدايقنيش حتى وأنا مش موجودة. خلاص خلينا نطمن. أنت زعلان على الموبايل؟ أنا بحيب بخرة التفتيش المفاجئ دي. بقولك إيه؟ زعلان على الموبايل؟ طب ومعليش صاري. ولما بيخرج أصلا وبيبقاش معاك أصلا. في ستات بتقوله أخرج يا حبيبي وجايباء جايباء في الكاميرات. وبعدين؟ بتتفرج عليه؟ هو ده الحب؟ أيها طبعا. هو ده المواد ده ورحمة اللي ما بينه وبين بعض؟ لا بتخافي على حكتك. لحسن حد يضحك عليها. هو مش حكتي. هو مش ملكي. هو مش ملكي بس هو حتة مني. صح. شفتي بقى فأنا لازم أحافظ على حتة مني. لحسن حد يجي أخد. أحافظ على حتة مني؟ أحافظ على حتة مني؟ هي الأصول اللي تخلي معايا. مش معايا. من غير كاميرا؟ أحافظ على حاجة. وهو بيعمل إيه؟ هي لو ما كانتش فتحة الموبايل. وشفت إنه هو بيكلم الأكس وي وي وي. أنا ما بقولش إن في الحالة دي تتخانق. لأنه لو تخ... يعني أن أنت عملت أن أنت عارفة. أنت لازم تجيبي عليها وغطيها. ما تجيبيش ورا. أنا دايما ببعض أقول كده. أنا ممكن أعمل إن أنا مش عارفة. وشيد دولية واحدة واحدة. مش ده من حقي؟ أه طبعا. يعني أفتح الموبايل وأتأكد عشان أشده؟ شفتي معنا بفتح الموبايل لك عشان أشده؟ أحس بداهية. وأنت معيش صوري عندك فتنة الأنسة. هفهم إنهم اتغير معي شوية. أبدأ أتكلم معي. ها الدنيا مش عارفة. بس الرجالة ما بتحبش يعني هي لو كانت تكلمت معاه. وقالت له بقولك إيه أنا حاسة إن أنت بتكلم خطبتك القديمة. أو أنا حاسة إن أنت تحنيت. طبعا وكرا فتح عينيه. والولد يعني مش وش كده. وابننا عمره ما فكر كده وأنا اللي خلته يبص البحر. وجوزي أو شريك حياتي بيفكر في حد تاني ليه؟ معاناها إن أنا أصلاً ما مانيتش معاه علاقة مشبعة بالنسباله. هو الرجل عايز السيدة تكون له إيه؟ يبقى المشكلة ما بيننا وبين بعض. المشكلة مش في التالتة. المشكلة ما بيننا. ما هي اللي دخلتي أختي وسط الخناء. إحنا كان بيننا مشكلة. إيه اللي دخلها وسطينا يا غادر؟ هي وغيرها حيدخل. مرضو معقولة هنسيق مع مفتوح كده؟ ولو هي راحت حتيجي غيرها. الرجل عايز في السيدة. مش هو عايزها أمه وحبيبة. العلاقة اللي ما بيننا لسه ما تبنيتش. مش هو عايزها أمه وحبيبة وزوجة وكل حاجة؟ يعني أوقات لزوجة أمه؟ أم لا. أم لا. أنا وثقة فيك أنك أنت ستأخذ العلاقة بتاعتنا دلوقتي لحاجة معينة. وديله هدف. ما هي السقة دي اللي ضيعتنا؟ ومعوضت حكي معك كتير. طبعا. ليه بقى؟ أنا وثقة فيك. كل بتديله بس مشاعر ثقة. سعى. لا أو تقول له أنا فعلا عارفة أنه وأنا معك إحنا هننجح. دائما تحطي إحنا. بالزفر. حتى لوه إتس هس مين. بالزفر. أنه مثلا أنا رايحة أصور أو نازلة. أنا جزء منك. أيوة. أنت دائما معايا. وأنت أخذنا مع بعض بالزبط للنجاح. وأنا وثقة من دهوة. لأننا نحن لتنين واحد. يعني علاقة زي دي كتا عمرها ما هتكمل يا غداك هتتبقى صعبة أول. طبعا. نتعافى منها إزاي؟ يعني إيه في بنات مش قادرة تنسى أو رجالة مش قادرة تنسى. أنا شفت رجالة. والله العظيم. بتعيط على حب راح. بتعيط. بتعيط. ومش فارق معها حتى لو قدامنا كلنا بيعيط. علشان هي حاجاتهم نفسها. ما تمش. وهم في فطرة قبل السبع سنوات. ما تمش إشباحها بشكل سليم. يعني قبل السبع سنوات. قبل السن سبع سنين. آآ. أنا فاكرة العلاقة تستمر سبع سنوات عشان نتجوز. علاقتي ببابا يا ممتي. ما كانتش أحسن حاجة. فما كانتش عندي التعلق الآمن. ما أقولك إيه. زي ما أكون ما حشيتش جوه قلبي وجوه روحي. كده هو مشاعر الحب والارتباط. فأنا عندي جوه قلبي. يعني كل المشاكل اللي احنا عملينا قابلها دي غادة كلها بسبب الطفولة. إنه في مشاكل حصلت في الطفولة. ملحقناش نسدها. ملحقناش نعليجها. طب التعافي بنعمل إيه. يعني حتى هي حتى ما لقيتش الظهر اللي سندها داي بتقولك بيوجعوني بالكلام. ما بيقفوش جنبي. بيتريعوا علي بس لما أنا مثلا يعني ما توافقش على عريس وقلها عايزة بهدلك قبل كده. إنه فاهمها. نعمل إيه؟ يعني التعافي بيجي إزاي؟ هي ما شاء الله كده هو اللغة اللي ما بينه بين بعض. إصدراء. إنتي إزاي وإزاي وإزاي. هو إحنا جماعة لما بننقد بعض أو بنصدري بعض. بنحل مشكلة. ما بنحلش حاجة. اتجوزي وإحنا نرضى عنك. بنتي محتاجة إيه؟ عايزين نتوافقه خلاص. إنتي مش عارفة إنتي محتاجة إيه؟ إحنا عارفين إنتي محتاجة إيه؟ أعرف أنا عايزة إيه؟ أو اللي قدام مني عايز إيه؟ لو سمحتي اكتبي لي عشر صفات في الشخص. ما تقدريش تستغني عنها في البناء دم اللي هترتبطي بيه. وعشر صفات. استحالة إن كنتي ترتبطي بالشخص اللي فيه أي صفة من العشر صفات ديه. وبعدين. حلوة دي شو سمعتها قبل كده وبعدين. خلاص هتأتيها قدام منك. هتسعي لها. هتسعي إن هي قردي تحققيها. ولا لو ما لقيتش عشر صفات حلوين. ولقيت أكتر ما العشر صفات إن هو وحش. يبقى سعيتها إيه؟ قرار قرارك. أنت شاش تقولينا. أنت شاش تقولينا. بس دماغك تقولك إيه؟ القرار. أي قرار أي واحد أو واحد قراري. حتى هو الفاميلي كونسلتنت أو الماري كونسلتنت أو اللايف كوتشنج. مش هو ما يقدرش يدي لك أو يدي لك قرار. كل قراراتنا بالزبط. كل قراراتنا عبارة عن إيه؟ فيه ستيبات. أنت شايف أنك أنت عملتها. فيه حاجات أنت عرفتها. أوكي؟ إيه دهوت؟ حياتك ماشية إزاي؟ العلاقة عاملة إزاي؟ مناخد عينة من العلاقة. مناخد عينة من الخلافات. الخلافات ديت فعلا تقسك؟ ولا الخلافات ديت لا. سليمة وصحية. تقسك يعني فيها قلة قيمة أو فيها ضرب أو أشتبوا فاهمينا برضو في البيوت. بس اللي أنا أريد أن أقولك أن أغلبية الناس قالوا أنهم مفروض أهلها يعني يدولها وقت. إحنا بنحتاج وقت قد إيه للتعافي الأول. من علاقة ضمرتنا؟ من علاقة ضمرتنا؟ زي اللي حصل لنيهال. آآ ست شهور. ست شهور تبقى زي الفل؟ بإذن الله. قولي بقى للأهالي نصيحك كده في البيوت بما أنك أم جميلة فأكيد هيسمعوا منك. والله هي أهم حاجة أن أنا فعلا أعمل دوري كأم أو كأب تجاه ولادي أن أنا أربيهم بشكل سليم. أشبع لهم إحتياجاتهم أدي لهم حب سليم حب صحي حب غير مشروط. ما أحبش واحد أكتر من الثانية يا غادة. أنا بيصعب عليا. أنا بيصعب عليا. أنا بيصعب عليا. إن أنا عارفة أنه ممكن فيه طفل هو المفضل. بس بيصعب عليا الثانية يا حبيبي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ميال لستين فاطمة. بس ما بيقولش. بس صباح. بس أجي أقول لك. بس أجي أقول لك. ما بيفرقش. تعرف أن أنت أكتر واحدة بموت فيها في إخواتك. وأقرب واحدة لي. بس أقول لهم. ممكن. علاقة ما بيني وبين ابني وبنتي. قبل ما يعملوها بره. وبعدين أجي. ألوم نفسي. وألوم ابني وبنتي. إن هما عملوا علاقات ديات بره. ما عملهاش معايا. ليه أنا ما صحبتش. ونفس الحكاية مش جوزك على ما. متعودي وابنك على مطرف بي. حييجو. في حتة هي برضو الجواز. برضو. نفس الحكاية. حتقدر أنك أنت تخلي بنتك أو ابنك يرتبطوا بشخص. ويعرفوا يقيموا علاقة سليمة أو لا. صحيح. قادر أنك أنت تعدها لهم؟ قدها لهم. مش قادرة. حاولوا فعلا يا جماعة ثقافة الإرشاد الزواجي مهمة جدا. أو يريحونا خالص ويخلوا عائلهم جنبهم. عشان الحرمة اللي بيحصل في بنات الناس ده. نورتين يا غادة. بسلاميلي. مرسي يا حبيبتي. مرسي يا حبيبتي. وأشكركم جدا. وفي نهاية حلقتنا النهاردة. خلاص كده. إحنا حاولنا أن ننصحك على قد ما نقدر. وحاولنا أننا ننصح الجيل اللي جاي. لأنه ممكن تكونوا إنتوا اتعرضتوا أكتر. يعني جيلكم أكتر من اللي إحنا شفناه. خروجاتكم بيت أكتر مننا. حتى اللي حواليكم. إنه ناس حواليكم أكتر مننا. إحنا خروجاتنا كانت آمنة جدا. إنتوا خروجاتكم وعشتكم. ويه ويه ويه. لو أنت لسه واحد وعشرين سنة دلوقتي. أنت بتشوفي حاجات إحنا عمرنا ما شفناها. أو شفناها في التلاتينات. فأنا عزراكو جدا. بنحاول على قد ما نقدر. وأنا ماينفعش أقولك مثلا. إنه إحنا ما بنقولك إيش سيبيه أو ما تسيبيهوش. هو اللي حصل حصل. بس مش هنعمل زي قالك ونقولك لسه بتفكري فيه. لسه مش عارف إيه. ما يستهلش. والله 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 يا نهاية. لما شفت العوض لكذا حد. إنه. خلاص إنه إنه. الموضوع باز. وفي منهم. والله. بازت قبل فرحة بأسبوع. بعد ما جابت الفستين. وبعد ما جابت كلها. وراحت لمامتو. مامتو تردتها. تخيالي. وربنا عوضها. وبقى عندها عيال زي الفل. وجاب لها واحد حناين وكويس. من هل ما تمسكيش في حاجة خلاص بوزت. حبي نفسك. بشكركم جدا. وهستنيكوا في قصة حقيقية. وقصة تكون أهم حاجة إنها تكون حقيقية. وبشد التانية تكون حقيقية. عشان هنبتدي نحناخد رأي الشارع. والناس هتكلم معنا. وعايز سمعكو كلكو. وعايز شوفكو على فيسبوك وتويتر وإنستجرام. عايز شوفكو على كل المنصات الاجتماعية بتاعتنا. عشان عايز قصص أكتر وأكتر وأكتر. بشكركم جدا. باي باي. موسيقى موسيقى موسيقى